اشتركوا في القناة في الحصة 45 دقيقة معناه هنا 45 دقيقة والموضوع من الممكن ان يكون فيه 80 فقط الا عند بعض الاساتذة ممكن ان يضع 80 ووضعية ولكن 80 بسيطة فقط اذا نبدأ بـ 80 على بركة الله انجز عبد الرحيم ورفقائه دارة كهربائية مربوطة على التفرع تتكون من مولد دلالته 6 فولت ومصباحان متماثلا كلمة متماثلا مهمة هنا متماثلاني معناه يحملان نفس الدلالات اذا بين قوسين 6 فولت 5 واط معناه المصباح يحمله هاتين الدلالتين اذا وقاطعة واسلاك توصيل اذا لدينا مصباحان قاطعة واسلاك التوصيل وايضا مولد دلالته والربط كيف هو الربط هنا نؤكد على الربط طريقة تربط على التفرع اذا السؤال الاول انجز مخطط الدارة الكهربائية اذا المخطط فيه مصباحان على التفرع مهم جدا معناه يجب ان تركزوا عند رسم المخطط وتركزوا في طريقة الربط لان كل التمرين متعلق بطريقة الربط اذا انجز مخطط الدارة نرسم بطارية او مولد هكذا اذا الموجب والسالب لا نساه ثم القاطعة تكون من جهة القطب الموجب دوما اذا القاطعة نضعها مغلقة مباشرة ثم نقوم برسم المصباح رقم واحد اذا المصباح ضائرة في وسطها في اذا نكتب آل واحد المصباح الاول ثم نرسم المصباح الثاني على التوازي او على التفرع على التفرع مناه على التوازي اذا الاثنان هكذا اذا هذا هو مخطط الدارة الكهربائية فيها بطارية قاطعة مصباحاني على التوازي او على التفرع ممتاز نتابع السؤال ذي عليه ماذا تمثل الدلالة خمسة واط وستة فورت الدلالة التي تجدها عزيز تلميذ بالواط مباشرة بماذا تذكر كلمة او الرمز واط اذا يذكرك بالاستطاعة وحدة الاستطاعة اذا استطاعة تحول الطاقة الكهربائية للمصباح او مباشرة نكتب له تمثل دلالة الدلالة الخمسة واط الاستطاعة الكهربائية مباشرة او نكتب استطاعة التحويل الطاقوي الكهربائي او استطاعة التحويل الطاقوي الكهربائي لماذا للمصباح المتعلقة بالمصباح اكيد للمصباح الآن 6 فولت ماذا نعني بـ 6 فولت 6 فولت هو التوتر الكهربائي الذي يلزم للمصباح حتى يكون توهجه توهج عادي معنى 6 فولت هو توتر التوتر الكهربائي للمصباح معنى يجب أن نطبق على هذا المصباح توتر قدره 6 فولت حتى يكون توهجه توهج عادي ما يكون لا ضعيف لقوي قوي ممكن أن يحترق المصباح ضعيف يكون توهج ضعيف معنى غير مناسب حتى يكون توهج عادي يجب أن يكون توتر المطبق عليه معنى من طرف البطارية يكون موافق أو مساوي للتوتر المكتوب على المصباح إذن عندما نجد قيمة بالفولت مباشرة توتر عندما نجد قيمة بالواط مباشرة استطاع سؤال ذي له كيف تكون شدة إضاءة المصباحين ركزوا جيدا أبناء التنمية هنا أول شيء حتى نتكلم عن إضاءة مصابح هنا لاحظنا أن المصباحان متمثلان هذه أول ملاحظة ملاحظة ثانية طريقة الربط عندما يكون ربط على التفرع الربط على التفرع قلنا بأن توهج المصابح يكون توهجهم متماثل أو متشابه معنى المصباح الأول والثاني يكون لديهما نفس نفس الإضاءة أو بنفس الشدة جاي ثم ماذا نرحب أيضا نقارن ما بين التوتر المكتوب على المصباح وتوتر المولد أو البطارية إذن بما أنهما متساويان إذن تكون شدة إضاءة مصباحين إضاءة تكون إضاءة عادية تكون إضاءة عادية إذن مباشرة تكون تكون شدة إضاءة مصباحين عادية معنى المناسبة هي التي نحتاج إليها ما لقد تكون لا ضعيفة لا قوية تكون إضاءة عادية إذن إضاءة عادية هنا لم يطلب من التعليف أحسب شدة التيار المار في الواحد والاثنان يريد مننا أن نحسب شدة التيار الذي سيمر عبر المصباح الأول ومصباح الثاني هنا نحن نعلم بأن الشدة الكلية التي تخرج التي تخرج من البطارية في الربط على تفرط يسوي اي واحد زائد اثنين هذا ليس مطلوب ولكن للشرح فقط ركزوا الشدة الكلية تساوي اي واحد زائد اثنين ماذا نعني باي واحد واثنين معنى الشدة التي تخرج من هنا ستتفرع لو نضح ثلاث مصابح ستتصبح اي واحد زائد اثنين زائد ثلاثة إلى غيره إذن هذا هو قانون جمع الشدات لمن لم يفهمه بعد فرق على تفرع نحن الذين نعلم بأن المصباح له دلالات وهي خمسة واط فاصلة ستة فولت إذن كيف نستطيع حساب الشدة التي ستمر عبره والمولد له توتر قدره ستة فولت إذن لدينا استطاعة ولدينا توتر التلميذ يجب أن يبدأ في التفكير في قانون يجمع ما بين التوتر والاستطاعة وما نريد حسابه هو الشدة ما هو القانون الذي يجمع ما بين هذه المقادر الكهربائية الثلاث إذن لدينا قانون وهو قانون الاستطاعة بحيث بيساوي التوتر في الشدة إذن هذا هو القانون الذي تعلمتموه في الميدان معناه في الدروس الأخيرة نحن تعلمنا سابقا ميدان الطاقة بأن الاستطاعة تساوي الطاقة على الزمن بي تساوي أعلى تي تعلمنا سابقا بأن بي تساوي أعلى تي ولكن هذا ما نستعمله عندما يكون لدينا الطاقة ولا يكون لدينا الزمن هنا لدينا توتر ولدينا استطاعة نريد حساب الشدة التي ستمر عبر هذا المصباح إذن انتلاقا من هذا القانون نستخرج المطلوبة هو الشدة إيه ماذا تساوي تساوي الاستطاعة قسمة التوتر الاستطاعة قسمة التوتر ويساوي نعوذ بالقيم إذن استطاعة خمسة واط التوتر ستة فولت وتساوي إذن خمسة قسمة ستة سنجدها بالتقريب 0.8333 نأخذ رقمين وراء فاصلة فقط إذن الوحدة بالأمبار إذن هذه هي قيمة شدة تيار مار في الوحدة وفي الاثنان لأنها ستكون نفسها الشدة التي ستمر هنا ستكون 0.3 وثمانة أمبار وأيضا التي ستمر هنا 0.83 أمبار بما أن المصباح المتمثلا هنا لو طلب مننا حسب الشدة الكلية التي ستخرج من البطارية ماذا سنفعل؟ نقوم بجمع الشدة الأولى زائد الثانية نجد شدة الكلية معناه هنا بإمكان الأستطاعة أن يضيف لكم أسئلة حول قانون جمع الشدات والتوترات إذن هذا قانون يجب عليكم حفظه أعزائي التلاميذ إذن هنا E1 وتساوي 0.83 وتساوي أيضا وتساوي أيضا إثنان لأن نفس الشدة ستكون هنا وستكون هنا ثالثا أحسب الطاقة الكهربائية هنا طلب مني حساب الطاقة Energy التي يستهلكها كل مصباح كل مصباح لحظة خلال 90 ثانية من التشغيل كل مصباح يحمل الدلالة كل مصباح خلال 90 ثانية من التشغيل بما أن لدينا زمن بالثانية نستطيع حساب الطاقة بماذا هنا الثانية لها علاقة بالجول ركزوا إذن حساب الطاقة الكهربائية لدينا القانون سنستعمل الآن هذا القانون P تساوي E على T الذي فيه الطاقة ومنه نريد حساب الطاقة إذن Energy تساوي N P في T ويساوي الاستطاع للمصباح الواحد كم خمسة واط قدمت لنا خمسة واط في الزمن كم طلب مننا أو كم قدمت لنا 90 ثانية إذن 90 ثانية الواط في الثانية أكيد ستكون النتيجة بالجول الواط الثانية بالجول الواط الساعة بالواط السعي هذا شيء تعلمناه سابقا إذن بالآلة حاسبة سنجد قيمة 450 جول بكل بساطة آخر سؤال وهو سؤال معناها سؤال للفهم بماذا تتعلق شدة الإضاءة شدة الإضاءة أبنائي تتعلق بأمرين أو بثلاث أمور أول أمر كيف نعرف كيف ستكون شدة الإضاءة معناه إما ضعيفة أو عادية أو قوية تتعلق أولا بطريقة الربط هنا ربط على تفرع لا يشبه الربط على التسلسل لأن في الربط على التسلسل تكون شدة إضاءة المصباحين المربوطين على التسلسل ضعيفة يكون أحدهما أقوى من الآخر تكون شدته ضعيفة أما في الربط على التفرع تكون شدتهما عادية وتكون على حسب البطارية أكيد على حسب دلات البطارية تكون دلاتهما متمثلتان معتهم متشابهتان كما تكون إضاءة المصباح الأول تكون إضاءة المصباح الثاني ثم تتعلق بشدة التيار المار عبرها أو المار بها تتعلق بشدة التيار المار بذلك المصباح وأيضا تتعلق بالتوتر المطبق بين طرفي المصباح إذن معناه توتر بطارية أو التوتر المتعلق أو المطبق بين طرفيها معناه كان ثلاثة أمور يتحكمون في شدة الإضاءة الأمر الأول طريقة الربط الأمر الثاني شدة التيار المار عبره عبر المصباح الأمر الثالث التوتر الكهربائي المطبق بين طرفيه هذا حفظهم لولادي إذن بماذا تتعلق شدة الإضاءة سأكتب هذا الكلام تتعلق شدة الإضاءة بأولا طريقة الربط ثانيا شدة التيار الكهربائي المار بها معناها المار بماذا؟ المار بالمسباح والأمر الثالث التوتر الكهربائي المطبقة بين طرفيها حفظهم لهذه الأمور يتحكمون في شدة إضاءة المصبح الآن نتقل إلى الثمانين الثاني من فضلكم أعزائي التناميذ أكثر من الضغط على زر إعجاب الفيديو قال لي يتفرجوا الفيديو ويذير إعجاب بالفيديو حتى يصل إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين وتعوم الفائدة ونشرنا هذا الموضوع على مواقع التوصل الاجتماعي بالفقط على زر البرتاج زر رهواضح على تحت الفيديو البرتاج هو على الفيسبوك حتى تعمل الفائدة فالدال على الخير كفائده الثمانين الثاني أنجز صهايب وهو زميل لك الضار المبين في الشكل إذن لدينا الضار مبين في هذا الشكل بعد أخذ القاطعة لم يتوهج المصباح فاستعان بك لحل هذه المشكالية أو المشكلة واحد املأ الجدول التالي ثم فسر سبب عدم اشتعال المصباح فيه العنصر اسمه دوره طريقة ربطه إذن نلاحظ أن هنا وهنا بلون مغاير معناها هنا وهنا لا نملأ هذين الخانتين ماذا لدينا في هذه الضارة؟ أولا لدينا قطارية ثانيا لدينا قاطعة مفتوحة ثالثا ما هو هذا الجهاز الثالث؟ جهاز سأتكلم بالترتيب إذن ثم ماذا لدينا هنا؟ رمز المقاومة ممتاز ثم ماذا لدينا هنا؟ صمام ضوئي وصمام ثنائي وصمام قهر ضوئي ثم ماذا لدينا هنا؟ جهاز الفولت ماتر ثم ماذا لدينا هنا؟ مصباح ثم ماذا لدينا هنا؟ جهاز الأمبير متر نبدأ بأول عنصر العصر الأول ما هو اسمه؟ إذن الذي كتب أمامه الرقم واحد إذن اسمه جهاز الأمبير متر إذن سأكتب هذا في ورقة الإجابة إذن العصر واحد قلنا جهاز الأمبير متر طلب مننا اسمه ما هو دوره الآن؟ ما هو دور جهاز الأمبير متر؟ في هذه الحالة هنا دوره قياسة شدة التيار الكهربائي إذن دوره قياسة شدة التيار الكهربائي المار في الضارة وهنا بما أنه ربط على التسلسل معناها نفس الشدة ستكون في كل الضارة طريقة ربطه كيف يربط؟ على التسلسل إذن طريقة ربطه على التسلسل الجهاز الثاني أو العنصر الثاني العنصر الثاني أين هو إذن هذا هو العنصر الثاني كيف هو يسمى صمام ضوئي إذن اسمه صمام ضوئي أو كهر ضوئي معناه من الكهرباء ينتج لنا الضوء إذن صمام كهر ضوئي دوره ما هو دوره هذا الصمام أعزائي التلاميذ يسمح للتيار بالمرور من جهة واحدة إذن دوره يسمح للتيار بالمرور من جهة واحدة وهي الجهة التي وضع فيها هنا مثلا إذن هذا السهم إذن التيار سيمر من هنا ولا يستطيع المرور في الجهة المعاكسة معناه يسمح للتيار بالمرور من جهة واحدة إذن يسمح للتيار الكهربائي بالمرور من جهة واحدة طريقة ربطه هنا لم يطلب منه العنصر الرقم ثلاثة الآن أين هو؟ إذن جهاز الفولت متر ضائرة في وسطها فيك إذن جهاز الفولت متر ما هو دوره في هذه الحالة؟ حذار ثم حذار هنا لم يوضع مع المصباح بل وضع مع هذا العنصر الرقم أربعة وهو المقاومة إذن هنا دور العنصر الرقم ثلاثة قياس توتر كهربائي بين طرفي المقاومة الكهربائية قياس توتر كهربائي بين طرفي في حقيقة نقول ناقل أومي ولكن ناقل أومي معروف بمقاومته إذن نقول قياس توتر كهربائي بين طرفي المقاومة إذن دوره قياس التوتر الكهربائي بين طرفي المقاومة كيف يربط جهاز فولت مد دائما؟ على التفرع يربطوا على التفرع جاي العنصر الرقم أربعة قلنا نقول إما ناقل أومي أو مقاومة من الأفضل نكتبهم للإثنان إذن نكتب ناقل أومي وثم نكتب بين قوسين مقاومة كهربائية لأن بعض الأستاذة عندما تكتب له مقاومة كهربائية لا يقبلها منك معناه نكتب ناقل أومي ونكتب مقاومة كهربائية ما هو دوره؟ ما هو دور المقاومة عزيزي تلميذ؟ هو التقليل من شدة تيار كهربائي معناها تقلل لنا من شدة تيار كهربائي ونضعها على حسب الحاجة معناه إذا كان مصباح يحتاج تيار صغير وبطارية تكون كبيرة نضع مقاومة حتى تقلل من شدة تيار كهربائي حتى يصل للمصباح ويكون مناسب معه إذن دوره التقليل مباشرة التقليل من شدة لأنها تقاوم مرور وعرق على التيار كهربائي تقاوم مرور وعرق على التيار كهربائي إذن تقليل من شدة التيار الكهربائي المار في الدارة إذن هذا الجدول مهم جدا معناه ركزوا فيه جيدا أعزيزي التلميذ السؤال الذي له ثم فسر سبب عدم اشتعال المصباح لماذا لم يشتعال المصباح حسب رأيكم هنا ركزوا أن الموجب من هذه الجهة والتيار كهربائي يمر من الموجب بعد خلقاتها أكيد من الموجب نحو ماذا نحو السالب إذن بعد خلق القاطعة بالرغم أنه سيغلق القاطعة سيبقى المصباح غير متوهج لماذا لأن الصمام الضوئي وضع في جهة معاكسة ركزوا بأن التيار يمر من هنا ويجد بأن الصمام موضوع من هذه الجهة إذن لا يشتعال المصباح إذن لأن الصمام وضع في جهة معاكسة إذن سبب عدم تواجه مصباحة هو أن السمام الكهروضوئي أو الضوئي الكهروضوئي وضع في جهة معاكسة للتيار الكهربائي بكل بساطة إذن هذا هو التفسير جيد سؤال الثاني إذا علمت أن العنصر واحد معناها جهاز أمبير متر يحتوي على مئة تدريجة معناها السلم ومؤشره توقف عند تدريجة 40 معناها القراءة توقف عند تدريجة معناها القراءة باستعمال معيار 5 أمبير أحسب قيمة المقدار الكهربائي المقاس من طرف الجهاز ما هو المقدار الكهربائي المقاس من طرف هذا الجهاز؟ إذن هذا الجهاز يقيس شدة التيار الكهربائي معناه هنا أعزائي التلميذ ضروري أن تكتب له حساب قيمة المقدار الكهربائي المقاس معناها حساب شدة التيار الكهربائي وهو المقدار الكهرباء المراد إياسه إذن ماذا تساوي القراءة في المعيار قسمة ماذا؟ قسمة السلم وتساوي التعويض القراءة قلناكم 40 في 5 قسمة 100 40 في 5 أمبار قدما لنا بالأمبار قسمة السلم 100 إي ماذا تساوي الآن بالآلة حاسبة إذن نجدوها 2 أمبار لأن 40 في 5 200 قسمة 102 إذن إي نجدوها 2 أمبار آخر سؤال هذا السؤال لماذا تركته في الأخير إذن أحسب قيمة 3 تصم على العنصر 4 حلقات ملونة إذن نجد 3 حلقات على اليسار وحلقات على اليمين لتحديد قيمتها نقوم بتغييرها للحصول على شدة تير مناسب معناه نغير المقاومة حتى نتحصل على شدة تيار مناسبة احسب قيمتها إذا كانت ألوان الحلقات كالآتي إذن لدينا مقاومة أولى والثانية إذن هذه الطريقة المباشرة وهي حساب المقاومة بشفرة الألوان طريقة مباشرة معظم الأساتذة درسوها للتلاميذ والبعض الآخر لم يدرسوها بحجة أنها تم حذفها من البرنامج أنا كرأيي هذه الطريقة معناها طريقة سهلة وبسيطة يحبها التلميذ ومهمة جدا في حياته لهذا سأقوم بشرحها التلميذ الذي درسها يتابع معي التلميذ الذي لم يدرسها في القسم يكتفي بآخر سؤال من الموضوع ونبدأ على بركة الله إذن شفرة الألوان هنا في الحقيقة الأساتذ يقدم لك جدول فيه الألوان وكل لون له رقم كل لون له رقم هذه الألوان موجودة في الكتاب صفحة 82 إذن هذه هي الألوان ركزوا إذن هذه هي المقاومة فيها أربع ثلاث حلقات على اليسار وحلقة على يمين أو ثلاث حلقات كما نراحظ على الأعلى بالقرب من بعضها البعض وحلقة بعيدة عنها الحلقة الأولى وهو اللون الأول يمثل الرقم الأول المقاومة اللون الثاني رقم الثاني اللون الثالث عدد الأصفاء واللون الأخير رابع دقة القيس لدينا أربع دقات هنا كما نلاحظ البني والأحمر والذهبي والفضي نبدأ بالمقاومة الأولى التي قدمت لنا اللون الأحمر ماذا يمثل؟ ما هو اللون؟ إذن اللون الأحمر نذهب إلى شفرة الألوان نجد أن اللون الأحمر رقمه كم؟ إذن كم نضح هنا؟ R تساوي نضع 2 ركزوا جيدا إذن نضح هكذا 2 اللون الثاني أصفر إذن أصفر كم رقمه أربعة وهو الرقم الثاني إذن نكتب أربعة شيء بسيط جدا معناه سهل اللون الثالث نلاحظ أنه برتقالي نذهب عند البرتقالي أين هو البرتقالي؟ إذن ها هو البرتقالي رقم 3 إذن والرقم الثالث قلناه هو عدد أصفر إذن نضح ثلاث أصفر ثلاث أصفر بكل بساطة ثم ماذا نفعل؟ نضع زائد ناقس دقة القياس تكون بزائد ناقس اللون الآخر ذهبي دقة القياس الذهبي كم؟ 5% إذن نكتب زائد ناقس 5% ولا ننسى الوحدة أوم وحدة المقاومة تكون بالأوم شيء بسيط هذا شيء بسيط أو نستطيع كتابتها بطريقة أخرى الرقم الأول الرقم الثاني عدد أصفر نكتبها في عشر أس عدد أصفر هنا ثلاثة معناه في عشر أس ثلاثة زائد ناقس 5% لا تتغير أوم بكل بساطة نستطيع كتابتها بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة إذن المقاومة الثانية اللون الأول أخضر أين هو الأخضر؟ إذن خمسة إذن نكتب خمسة آرث يساوي خمسة لون الثاني بني البني هو واحد إذن نضع واحد الرقم الثاني أحمر اللون الثالث أحمر عدد الأصفر إذن اثنان إذن معناه نضع صفرين مباشرة أو في عشر أس اثنان زائد ناقس دقة القيس هنا فضي الفضي كم؟ عشر بالمئة إذن نضع عشر بالمئة والوحدة أوم وبهذا نكون قد أنهينا حل هذا الموضوع الرائع والشامل وما عليكم عزائي التنميذ إلا الاشتراك في القناة إذن لم تشتركوا فيها بعد وتفعلوا زر الجرس حتى تصلكم الدروس وقتها ولا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر